وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السهر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 377 قضية تموينية بمضبطات بلغة قرابة 57 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 27 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 30 طن وأما في مجال قضايا المخابس فدم ضبط 604 قضايا من بينها 56 قضية خبز ناقص الوزن و66 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلي حيث تم ضبط قضية واحدة بمضبطات بلغة أكثر من 5 أطنان أقماح محلية ترجمة نانسي قنقر